التربيع على فلسفة الكسب السريع ودي أخطر من أخطر الحاجات اللي بتعملها دلوقتي صناعة الترين ويتبنى تجعل الإنسان حياته مبنية وهو يتبنى إيه اللي حاصل؟ يتبنى فلسفة المجهود الأوليل والكسب السريع بدل متعب وأنزل أشتغل وأحسن حياتي وأقوم بما أقامني اللي هو فيه أعمل يوميات تجيب مشاهدات وأكسب منها بسرعة وبسهولة أقول لكم حاجة أنا من شوية كنت بتكلم عن الإدمان ده بيفكرني ساعة ما ظهرت بشكل واضح وشكل ضخم بداية الدعوات وبداية أنت عارف بعض النكبات وبعض الأحداث بتخلي الناس تدعو إلى كسب سريع لأنهم بساعة ما بيبقاش أقدرين لأنهم ساعات بيبقوا مهزومين فزادت تجارة المخدر أنا شايف أن تجارة التنرندات هي مخدر لازم نتعامل مع تجارة التنرندات على أنها تجاء بين تاجر في المخدرات دي مخدرات المخدرات بتخدر القلب والعقل وتفسدهم لأن فلسفة الكسب السريع دي بتكرس في الإنسان العجلة وأنه يكون نفس قصير وما عنده الصبر وأنه بسهولة يحبط عارف ده يعمل إيه؟ ما فيش إنتاج ده يعمل إيه؟ إنسان جاهز لتلاعب بيه بأي طريقة وده يعمل إيه؟ هيعمل فساد عديد في الحياة رابع مصيبة بقى بتحصل بقى بسبب صناعة الترندات ده التربيع على وهم النجاح اللي هو مش حقيقي اللي هو الترند بيرب في الناس وهم النجاح لأنه بيخليه قيس النجاح بمقدار تأثيره في الناس على السوشيال ميديا مش بمقدار جهده وتطويره ونفسه ولا إنتاجه ولا شغله على الأرض فيهتم جدا بصناعة الصورة على السوشيال ميديا أكتر من المجهود اللي بيدين الخدمة اللي بيقدمها وأنا بشوف كتير من أصحاب المشاريع الحقيقية اللي ما كانت شديهم صوته عالي على السوشيال ميديا بس جودة عملهم وأحسنهم هي اللي عرفت الناس بيهم وهي اللي خلتهم قدوة للناس وهم الناس مشي وراهم وحبوهم واعتبروهم رموز مجتمعية مش رموز سوشيال ميديا ليه؟ لأنهم خدموا الناس ومنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر فيه ناس انتقلت إلى الرفيق الأعلى ولسه وفيه ناس لسه موجودين عشان كده واجب علينا إن احنا ناخد بإيد أولادنا لدائرة الإيه؟ الرشد ودائرة المسؤولية طب نعمل إزاي ده؟ أول حاجة أول إجراء نعلم أولادنا مهارة الانتقاء ودي مهارة سهل إن احنا نعود أولادنا إن أي حاجة بيسمعوها لازم يتفرز وإنهم يختاروا من كل المحتوى اللي بيشوفوه ده ويكون اختيارهم ده بيضيف لهم ولشخصيتهم ولحياتهم وده شيء مهم جدا لازم نعلمه لأولادنا تاني حاجة محتاجين نعرض أولادنا للحياة يعني نخرج أولادنا للحياة الحقيقية الفيزيكل ده مش الحياة الافتراضية يعني نوفرهم فرص يتفعلوا فيها مع الحياة أكتر من تفاعلهم مع السوشيال ميديا زي إنهم يكونوا يؤدوا مثلاً مع بعض وقت مركزين فيه زي إنهم يتكلموا سوا يخرجوا مسوا يلعبوا سوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف عبد الله وعبايد الله كثيراً وكثيراً بني العباس ثم يقول من سبق إلى ذلك من سبق إلى كذا وكذا فكان به يسابقوا يخليهم يتسبقوا صلى الله عليه وسلم فيستبقون فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم والتزمهم صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر